ذكرى يوم الشهيد يمكن اللي مش يوخد باله يختشي ويمكن اللي عمال يهد في مصر يتلم تسعة مارس تسعة وستين اليوم ده كان يوم حد الفريق رياض عبد منقم رياض كان في الزيارة الجبهة ريح الجبهة ليه؟ لان كان يوم السبت كان فيه ضربة على ضربة مدفعية على طول الجبهة مواجهة مئة وسبعين كيلو كانت المدفعية النصرية بتضرب خط برليف وده كان اعنى في اشتباك مدفعية عمل من بعد سبعة وستين احنا بقى كنا عاملين مرحلة مرحلة الصمود وبعدين مرحلة التصدي ومرحلة ده كان من الوقت ده ابتدى والاستشاد الفريق رياض الفريق رياض رايح في الخطوط الامامية عند النمرة ستة عند المعادية بتاع النمرة ستة قصادة الاسماعيلية عشان يشوف ايه اللي حصل في الضربة بتاعت يوم السبت تمانية مارس وعلشان حيتعمل ضربة تانية يوم الحد لو تسعة ده اللي كان الفريق رياض فيه في الجبهة العدو رصده حصل ضربة مدفعية دانة نزلت قريبة جدا التفريغ بتاعت دانة برضو عشان حضركم كنتم بعارفين دانات المدفعية والحادات الكبيرة اللي فيها كمية متفدرات كثيرة يعني لما بتنزل بقوة تدميرية بتاعتها في التفريغ اللي بتعمله تفريغ الهواء اللي بتعمله مش في الشزايا اللي حتطلع من دانة المدفع اللي بتبقى مثلا قد كده ولا اكتر ولا قل التفريغ ده في نطاق ضيق جدا اي حد في المكان ده حيموت لان كمية التفريغ ده بالنسبة لضغط للنسب بتعمل استشد الفريق عم من امرياض كان معاه ساعتها قائد الجيش التاني اللواء عدلي حسن سعيد اصيبوا صبات بلغة وتعملوا عملات رحية كثيرة انما ربنا سبحانه وتعالى اعطالوا العمر استشد الفريق عم من امرياض فهذا اليوم وتعمل ده يوم الشهيد يوم الشهيد وفي يوم الشهيد بس انا عايز اقول نقاط احنا فيه درسول مع نواية عملت ثلاث افلام حلوين بينا نحيا فيديو احنا عرضهم دلوقتي على التوالي بس قبل ما نتكلم بس انا عايز اقول في مناسبة احنا نتكلم على يوم الشهيد هو اليوم ده احنا بنتذكر فيه اشياء بس لازم نبعارفين احنا كمصريين نعرض نعرف ان احنا ما سبناش حقنا ابدا 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 وانا بعد ما نشوف الفيلم الاولاني هقول لحضراتكم احنا خدنا حقنا ازاي خدناه تلت ومتلت خدناه تلت ومتلت من العدو بس احنا ما بنسبش حقنا وفي يوم الشهيد بس احنا عايزين نقول لان الشهادة دي اعظم اعيان ده اكتر حالة يمكن الانسان في حبه للوطن وتقديره للوطن وولاءه وانتماءه للوطن نقدمه روحه عشان الوطن عشان اللي على ارض الوطن دول يعيشوا هو بيموت عشان هم يعيشوا ده الفكرة البسيطة ليدان اللي هي محدش واخد باله واللي يطلع ناس من الكتاب الاخوان الالكترونية والعلم اللي ادمخها ضايعة والشباب اللي مخاصم نفسه اللي بيقول اللي هو معك انا عصانا سوراني او انا ناشط مش عارف ايه بيقول لك ما دي شغلته هو شغلته نفسشت عشان انت تتكلم وتقول كلام فارغ وما تباش انت عارف حاجة وما بتقدمش حاجة للوطن بتاعك غير الانتقاد وغير البزعيات اللي بتقولها لا لسه شادة ما فيه معاني كتيرة بيدان 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 نشوف الفيلم ده ونكمل بقية الكلام موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض في الثامن من مارس عام 1969 قامت المدفعية بقصف مركز على امتداد القناة كلف ذلك العدو خسائر فادحة وفي اليوم التالي زر الفريق أول عبد المنعم رياض الخطوط الأمامية ليرى النتائج على أرض الواقع ليقف بين جنوده على الجبهة رافقت سيادة الفريق عبد المنعم رياض رحنا على مطار أبو الصوير قابلنا هناك اللي هو عدل حسن سعيد قائد الجيش الثاني فاشدت الفريق قال له أنا عايز أروح أزور موقع في الأمام علشان أشوف تأثير نيران المدفعية على الطبيعة ونسلم على أولادنا الأبطال دور وخذنا العربية وروحنا على موقع لملاستة من اسماعيلية خطونا خطوتين أو ثلاثة إلا ولقينا العدو ضرب طلقتين مدفعية أمامنا مباشرة استمر الضرب ما بين الجانبين وللقضاء والقدر يطلق مباشرة في خندق الفريق رياض استشهد ملحمة وطنية تاريخية تستمر أحداثها على مدى الدار هذا النصب رمز للتضحية والفتاء وشاهد على صدق البذل وقدسية العطاء إنه رمز للجند المجهول شهيد الوطن في كل زمان ومكان نراه يجاهد في الحق طاعة لربه ويبذل العرق والدم من أجل حرية وطنه ويسقط في الجهاد ليصون عزة أهله وكرامة شعبه يعني أنا خلفته كان عندي 17 سنة مريب مني كان قبل ما يخش ينام يخش عندي في القوضة يوهد يحكي معي حتى أحسيسو كان يقول هالي حس بقيه لما حصل كده لما حصل أحسيسو كان يقول هالي هو أنا يمجميه قبل ما يروح قط يا حبيبي وحشني وحشني يريد كنت أنا بدلك وكنت أنا أموت عشر مرات وأحيا وأموت وأنت لا يرقد هنا أو هنا أو هنا ولكن روحه لا تذهب هباء ودمه لا يضيع سدا إنه الشهيد قد يمضي كما يمضي بيننا الأموات ولكنه يبقى عند الله حي لا يموت فهو أعظم البشر بعد النبيين قدرا عند الله وأعلاهم منزلة في الجنان يوم أن نلقى وإن كان شهداء الوطن وهم مئات الآلاف عبر العصور يمضون كما اختارهم الله وقدر لهم إلا أن بطولاتهم وأعمالهم تظل أبدا دهر سجل فخر لوطنهم ولذويهم وأهلهم ورفاق حياتهم ربنا محرم حد أبدا لا من بابا ولها من ممطس دي حي وبذات في سن صغير فبالتالي أنت ما لحقتيش تعودي معها أو ما لحقتيش تحسي بوجوده في حياتك ويبقى الجزاء الأوفى عند الله للشهيد مطمعا لذويه ورجاء من الله أن يكون من شفعائه يوم القيامة أعزائي أن هو شفع ليوم الإيامة والأولاد ويظل معنى الشهادة يحمل قدسية تنوى إجلالا في نفوس أبناء الوطن فالذين يسقطون في ميادين الجهاد في سبيل الله هم الذين يفتدون بأرواحهم الوطن ويرون بدمائهم شجرة الحياة ترجمة نانسي قنقر وظهرت حبيب الشجنازة شفتوه شاهد الواجد شاهد الواجد شاهد مصر حبيبي حبيبي وعبري حبيبي وعبري حبيبي وعبري أنا نفسي من زمان كنت يعني أقدم أقولي الرسالة دي لأسر الشوى ده وأخذ كل زوجة شهيد في حضني وأقول لها حزنك عمر ما هيروح هيستمر معاك بس كل ما هتقدمي خير لولادك كل ما ربنا هيبارك لك فيهم وحيحبوك وحيقدروك وحيفتخروا بيك زي ما يكون أبوهم موجود بالزبط وأبنائهم فخرين بأبوهم دايما ويفضل معاهم على طول ويمشوا على طريقه وعلى مبادئه في الطلعة دي كنا تسع طيارات بتسع طيارين وعندنا الطيارة طقم مش طيار واحد في اليوم ده صمموا أو الناس اللي طلعت طلعة دي صممت إن هي تتوضى وتصلي جماعة وصلنا كلنا طبعا الواحدة ما بتتوضى بقى وهدوك بتتبله والفوتا بتتبله وكده طلعنا تطلعة استوشية ستة ورجع تلاتة بتخيالي بقى أن انت رجع ولسه الحاجات اللي الناس توضوا بيها مبلولة دي أثرت فيها جدا الأصعب بقى أن انت لما تيجي تلمي الحاجات بتاعت الشهيدة عشان تبعطيها الأهل يعني أهله بتوصلوا من الحاجات بس بيحز في نفس الواحد قوي بقى إنهم يجي يلم حاجات زميله ويلقى وصيته موجودة في وص الورقة ربنا يرحم الشهدات مش أي شهيدة تقال عليه شهيد ما قتلش وبالتك وبقى شهيد الشهادة إن أنا يبقى بسبيل الله أحمي بلدي أحمي وطني أحمي زميلي هي دي الشهادة الغالي رح عشان خطر الغالي ومصر غالية جدا وعشان كده دم بابا غالي جدا 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 علي بس مش خسارة في مصر الحمد لله علي دهولنا ربنا بس أهم شيء مصر مصر اللي أحسن من كل شيء وأنا على استعداد يوليوانا كنت أخذ معاش كتيرا أنا على حسن ده أخذ نص المعاش وهتبرع بالبال لجنيس عشان خطر مصر ووطن أفتقدت من البدر جدا حوالي طفلتي ما هي من مدرسة زملائي كلهم بابا بابا موسيقى الشعيد سالم الله يرحمه ابني هو سندي وهو اللي بيعويني في كل حاج وهو كان أمر الوحيد أن يطلع واجوز وفرح سي أي شاب يبتله ماشي أمام ما تطلع بالسلام نادر على أمام ما تطلع بالسلام والله اللي عمل لك ليه ما تطلع بالسلام إن شاء الله حزبه الله ونعمل وقيل فيه 25 وردة شباب زي الورد ينعمل فيهم كده هو يندربوا بالنار يندربوا بالنار ليه أذنبهم أذنبهم كل نوبة بيسلم علي ويطبطب علي النوادي بقوله ما سلمتش علي يا ليه يا سور قال لنا جايلك بكرة يا مسالية وراعرك بورابون متسكلي وعمل كده خلاص أخر نوبة دي كنت شوفتها فيه مكلمني فيه اللي بيتباح بالطيلة مؤخسة ما بيتباحاش قدام خواتها بيتباح بهما ما بيتباحاش قدام خواتها بيأخوتها بعيد عشان خواتها ما يجوفوش إنما دي دي زي دي زي دي ما فيش الرحمة انتزعت خالص ما فيش حنان خالص أنا دهري بيجعني من النهار ما مات مانش قادر أتحرك يا أخوانا والله أمان من اللي حساعدني جل ربنا قابله ربنا قابله اللي كان بيساعده اليوم استشهاد وقل الصبح لقيت وقل وشه منور خالص منور منور يعني شديني المنظر وما سنكتش فاهم طبعا إيه اللي بيحصلت عمي أنا عارف إن الفرق صعب ووحش ومر ولكن حادة الصبر الوحيدة إن احنا إن شاء الله نلتقي كلنا في الجنة ولم أرى شهيد إلا كان وجه مكسب قبل ما يطلع وبيسعى للشهادة رحمه نور عليك يا حبيب أمك وفرجتني وسبت أولادك كلنا أبناء القوات المسلحة عزم وإصرار على إننا نقتلع الإرهاب من جزوره في سينة ونحافظ على كل حبة طام لك سيناء ونجعل سيناء آمنة ومستقرة بإذن الله أنا بشكر كل الأسطار بتوى الشيخ زويل ورمح والعيش شربة وبيس وبقول إن مصر آمنة وستظل الآمنة إلى ما شاء الله لأن مصر رمي أحملها كلها علينا وإحنا قد المسؤولية به لقد كان تحديا تاريخيا فرض على القوات المسلحة وقوات الشرطة في وقت عصيب وكان هدف الإرهاب تقويض أمن مصر ونشر الرعب والفزع في ربوعها حتى يتسنى لأعداء الوطن تنفيذ مخططاتهم في السيطرة على درة العالم العربي والإسلامي مصر وكان هدف أبناء مصر في القوات المسلحة التصدي لتلك المؤامرة الدنيئة وإفشال ذلك المخطط الشيطاني بكل عزم وإصلاق مهما كانت التضحيات والحفاظ على مصر الغالية آمنة من شر قوى البغي والطغيان مهما تخفت تلك القوى في عباءات الأديان ومهما أضمرت في نفسها من غدر وحقد دفين يقول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ويقول سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أتصدق الله العظيم فبفضل من الله ومن ثم جهد أبنائها الشرفاء المخلصين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر مصر تحية رجالتها عينها صحية على الحدود كنت سود في كل شب وكل ناحية يوم ستانا كتب تسطور شيد التاريخ يومها عبوري كتب تسطور شيد التاريخ يومها عبوري واللي بنا وكانوا منا ضحوا يومها لجل نفا تحيا مصر مصر تحية رجالتها الفيلم ده اللي هو موجود وإحنا شفنا نمازج من أول أبطلنا في الحرب 73 وقابليها وبعديها لغاية ما نوصل للإرهاب اللي في سينة ونمازج للشهداء شفنا الأب والأم شفنا الزورة شفنا كل حد فقد ابنه زورة فقدت زورها أم فقدت ابنها الفراق صعب وطبعا يعني زي ما بنقول يعني إحنا ساهل قوي نتكلم ونقول إنما يعني الأم اللي فقدت ابنها دي يعني ربنا اللي صبرها ربنا سبحانه وتعالى اللي صبرها بلوزء من الصبر اللي بيليلها لأن هي ابنها في منزلة عالية بلوزء من الصبر ربنا بيدهولها أكيد لأن ربنا يعني عارف إن ده يعني ما كان شي ده كان واحد رايح بيدي روحه عشان بلده فربنا بيصبر وربنا صبر الجميع بس اللي أنا عايز أقوله بقى الشهده بتوعنا اللي إحنا اللي إحنا اللي قدمناهم قدمناهم وبنقدمهم وحنقدمهم في كل وقت لأن إحنا طول ما إحنا عايشين مصر في صراع ومصر وحيبقى فيه رجال أوفياء ورجال وطنيين وحيبقى رجال جيش مصر اللي موجود ده وشورطة مصر حيقدموا شهده النهار ده وبكرة وبعضه في الصراع لغاية يوم الدين لأن محدش سايب مصر في حالها دي مسألة بس عشان نبقى فاهمين إنما هل النهار ده احنا بنقدم الشهده وشوفنا الزوجات والأمهات هل إحنا فرطنا في حد حد هل مصر فرطت هل الشعب المصري فرطت هل ليش مصر فرط بس عايز أوضح النقطة دي غلاو أشوف الرئيس النهار ده كان عامل على الصفحة بتاعته كاتب كلمة بيقول في ذكرى السشاد الفريق عمين أمرياض الذي سلهمنا من بطولته معاني المجد والتضحية أتقدم بتحية تقدير واعتزز شهداء مصر الأبرار الذين قدموا دمائهم وأرواحيهم من أجل أن تظل راية مصرنا العديدة عالية خفاقة بين الأمم عشان الراية دي دي دناها خفاقة وعشان مصر تحية تحية مصر اللي احنا بنقولها عشان مصر تحية يعني تعيش عشان تتقدم عشان تدناها ماشية وتقعدوا بوقف على رجليها واصال بطولها هنقدم تضحيات كتير دايما لازم حيب فيه ناس هتقدم تضحيات عشان الباقي يعيش هو ده هي دي سنة الحياة أمانيلي نشوف هل احنا بقى تعال بس نشوف حضرة بمثال وحضرة بأمثلة بعد كده كتيرة أخرى السوشد الفريق رياض يوم 9 مارس سنة 1969 يوم 9 مارس في نفس اليوم الذي السوشد فيها الفريق رياض صدرت تعليمات من القيادة القيادة السياسية من الرئيس عبد الناصر للقاد وزير الدفاع وتاء الفريق أول محمد فوزي ورحمة الله على الجميع لابد أن لابد أن هذا الموقع اللي ده يتشال من على ظهر الموقع الموقع اللي سن تمساح بتاع العودة يتقدم لازم يتشال لازم لازم يكون هناك انتقام وانتقام يليق يعني احنا المصريين احنا عندنا أي ضفر مصري بألاف من العدو ده بدأ مجموعة 39 قتال بقيادة إبراهيم الرفاعي الشهيد إبراهيم الرفاعي خدت التعليمات وبدأ العمل على طول لسان التمساح اللي هيبه فيه الموقع ده وصاد الإسماعيلية عند على البحيرة التمساح على مسافة تلاتة كيلو وشوية يعني من القناة كده تلاتة كيلو وشوية في عمد كسينة وعى البحيرة المجموعة 39 لما خدت التنفيذ اتقدوا يتدربوا كانوا يتدربوا في بحيرة قارون لأنهم ما هيخشوا بأوارب عشانهم المطيقة كلها مية المية بتاعة بحيرة التمساح هيخشوا بأوارب وخشوا ثلاثة كيلو دولت عشان أطوله النقطة دي لازم أكون فيه مية على طول النقطة بتاعة لسان التمساح اتدربوا بحيرة قارون واتدربوا في النيل وبعد ما تم التدريب اللي هو المائي والوليبيات اللي هي معمولة دي تتعملت الشهيد إبراهيم الرفاعي عمل تخطة رمل تخطة الرمل دي اللي هي بتبدي يبقى فيها التكتيك بنرسم كان أهم حالة عاملين استطاع شافوا النقطة دي النقطة دي فيها أربع دوشم يعني أربع يعني تعتبر أربع نقاط في نقطة وفيها مدنزرات وفيها حالات كتيرة ومدفعية وفيها 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 بعد ما تعملت المهمة كان التنفيذ المهمة كان يوم الأربعين يوم تساعتاشر إبريل تسعة وستين يوم أربعين الفريق عمنا مرياض أخذنا بطرنا المجموعة كانت المجموعة دي بقيادة إبراهيم الرفاعي معمولة من أربع مجموعات قتالية يعني مع حفظ الألقاء بقى محي نوح حالياً اللي هو ربنا يدي له الصحة والعافية وعلى فكرة محي نوح أصيب في العملاء دي والرئيس عبد الناصر ظهر في مستشفى المعادل الكوات المسلحة على النين للمجمع الطبي الآن محي نوح كانت المجموعة الاقتحام الأولى أحمد رجائع عطية مجموعة الاقتحام التانية ربنا يدي له العمر ويديه كلهم العمر أبطلنا محسن طه مجموعة الاقتحام التالتة ومجموعة القطع والقطع يعني إيه لأنه كان فيه مداء جاي من دوة من عنق السينة فعلشان فيه دبابات حتيري أولاً حسن ضرب حييري فهو كان على المجموعة بتاعته مكلفة إنه حتضمر دوشة من الأربعة وحتعمل مجموعة قطع للدبابات وطبعاً اللي عمل يعني كلها اللي اتضمر واللي اتعطل مقدروش يقدر والمجموعة الرابعة كان فيها وقام سالم وكان فيه مجموعة بتاعت القوارب اللي هي كان علي نصر وسام عباس ماجد ناشد وكان فيه العميد مصطفى كمال على الضفة الغربية للقناة ده تصابة اتصاله ومعام وساعة بتاعه رفعة الزعفراني والتنين دول كان هما القيادة بتتصل بالعميد مصطفى كمال كان في المخابرات الحربية وهو الاتصال ما بينه وبين إبراهيم الرفاعي تحركت المجموعة ودخلوا بالعوارب لغاية مسافة معينة وسابوا العوارب بتاعتهم ودخلوا وفادقوا العدو حصلت معركة شرسة جداً 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 وبدأت باطلاق القنابل وضرب نار وكلام ده وانتهت بالأسلحة البيضاء نتائل المعركة دي ما عندناش خساير الحمد لله رب العالمين هو محينوح وصف الزابط اللي أصيب والحمد لله إصابات ويعني ما كانش إصابات تطلق النحي التاني العدو أربعة واربعين واحد تم قتلهم ودمر الدبابة وكذا عربية مجنزرة غير الدبابات اللي اتعاملت من نوع القطع اللي عملها محسنتها بعدما العام التسعة وثلاثين عملوا المجموعة دي قعدوا ركبين الموقع ثلاث ساعات يعني ايه ركبين الموقع مش عايزين يمشوا مخلص بقى ما عادش في الموقع ده حد صاحي ودمروه وكان مطيق شؤون إدارية يعني دمروه 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 وقعدوا ثلاث ساعات ورفعوا عالم مصر على هذا الموقع ده كله الـ 44 الفريق عبدان أمرياض ولا 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 نص العدو ده كان ولا أي عدد منهم مش حكفينا في عبدان أمرياض إنما بس إحنا كنا بنقول العين بالعين إنت حتعمل ده إحنا نقدر نطوله ونقدر نعمل وكلامنا إحنا بنتكلم إحنا في 69 إحنا يعني 67 ما كانتش بعيدة وكان ساعته حرب اللي سنزافة على يعني على في قمتها وساعته كان العدو في سينة مش عارف رأسه من رجلية ولا وشه من أفاة من اللي بيحصل له لأن عمليات من كل حتة من الشمال من البحر الأبيض المتوسط مجموعات البحرية شغالة الصعقة البحرية شغالة الصعقة بتاعتنا شغالة من على مخاطر مؤنهة كلها كان نبتدت كل حتى الوحدات اللي موجودة في 69 موجودة بقى مشامش مشامعة وحدات خاصة الكلام ده كله لغاية ما نوصل للسويس وبور توفيق وبور توفيق الكاتب المظلطة على طول مربطة هناك أظن لتسعة وتمانين عشان ما تخليش الزاكرة مش عايزة المهم يعني في كل حتة عمليات من البر من الدو ومن أي حتة كان العدو ده العملية تلك السينة اللسانة التمساح يعني كانت قدي شهيد انتو خدتوا واحد احنا خدنا أربعة واربعين بس احنا عرفنا العملية اللي اشترك فيها ستة وستين مقاتل من الملموعة تسعة وتلاتين قتال الملموعة تسعة وتلاتين قتال مقسم بالله العمليات اللي اتعملت فيها يعني أو اللي عملوها في الملموعة تسعة وتلاتين قتال مش فيلم أفلام أفلام البطولة والتضحية والفداء مهلا والحداث دي كانت بتعمل واللي كانت موجودة والكلام ده كله ما كناش حنسمع الكلام الفارغ اللي بنسمعه دلوقتي والله كان أي حد حييني حتى يزايد واللي يعمل حيكسف على دمه لأنه مش حينفع ف hydrogen الحاجات دي كلها اللي تمت قيمة الفداء وقيمة البطولة وقيمة التضحية وقيمة كل شي ايه? الشباب اللي مش عارفوا قللك ما هيصديش وغلته معلش هو مش عارفين حيعرفوا حيعرفوا يعني ايه جيش وحيعرفوا يعني ايه تتحية وحيعرف يعني ايه فداء حيعرف ده هو مش زا هم معزورية هم معزورية بس الشباب ده عايز اقولهم حاجة لو هم الشباب ده كان موجود اي بدلنا ايام نحن ها كان حيعمل زينا وربما احسن عشان ربما معروف ليه? لانو مصري لانو هم من سلالة الشعب اللي هو في رباطن اليوم الدين من سلالة الشعب اللي هي مولاد شباب 기억 ہےناد الارض هو مصري يعني عشان المسالة تبقى واضحة ومشت عاملن عمرياط مشوا حرب والاسلزاية مشت ما فايش حالة بتوقف احنا مصر مش حالة وتوقف احنا فقدنا رئيس اركان حرب الكوات المسلحة ده جنرال الزهبي عاملن عمرياط ده حدوتة كبيرة بيدا عاملن عمرياط ده حدوتة كبيرة 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 ما فيش حاجة لا بتوقف على حد ولا بتوقف في حاجة آه خسارة كتبيرة لدينا إنما الخسارة دي بتاعت القائد العظيم ده الذي أصر أن يذهب إلى أعلى النقطة يعني في الخط الأمامي ما هو العسكري والصف الضابط والزابط الصغير والزابط اللي من الصغير لما يشوف رئيس الأركان لما يشوف عبد المنع مرياض على خط النار على خط القتال الأمامي معنويات دبق إيه واللي إحنا قادة عاديين هناك في المكيف وعاديين في القاهرة ودول بقى يعودوا لا هو ده هي دي هو دي القيادة وهم دول القادة وعشان كده هو الجيش ده بتركبته وبعاقبته هو خير رؤينات الأرض لما نري بقى نشوف من بعد ده التضحيات موجودة ما بتوقفش أصلا يعني إحنا لما نشوف على العقيدة بتاعت القوات المسلحة يعني الفكرة العقيدة اللي هي التضحية على الفداء المجد يعني قوات المسلحة إن خلاص أنا دي التضحية مهداد دي عاقتك على استعداد إنك تقدم روحك علشان بلدك إنما النهاردة لما بدي نشوف التضحية فكرة التضحية وفكرة الفداء هي دي اللي مخليانا على طول آه أنا بضحي بخسر بقى أقدم شهيد إنما أصاده بحمل انتصارات كتيرة جدا والشهيدة اللي ما بيروح آه أنا بزعل بس بيرفع معنوياتي كتير جدا 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 أنا كمقاطر ليه؟ لأن إحنا ما فيش حد إحنا كان عقدتنا وإحنا في إطار العقيدة بتاعت القوات المسلحة اللي العدوة للدنيا كلها مش عارفينها واللي كتير أهم من حضراتكم ما أعرفوهاش إحنا قتل عقيدة إيه أو عقدت العقيدة إيه بتاعت القوات المسلحة الجزء التاني التفسيري المذكرة التفسيرية لهذه العقيدة إيه؟ طيب نخلي المذكرة التفسيرية لنعايز أفوصل طلعي